هنا في الجليل الأعلى تقع قرية بيتجن قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة وحالها حال بلدات عربية كثيرة فيتشكو من شح الموارد وضيق الحال بيتجن بلد فقيري بيتجن كمان بلد اللي هي نهاية مسار يعني فاش منها مخرج ولا لأي بلد تاني اللي بدي يوصل لبيتجن وقاصد بيتجن بدي يوصل ويرجع ومع هذا استطاعت القرية أن تزرع هدف التفوق التعليمي في صفوف أبنائها كافة هدف عمل من أجله مدير الثانوية الشاملة منذ تولي إدارة المدرسة عام 2000 وجند لذلك الطلاب والأهل والجهات المختلفة لتتجاوز نسبة اجتياز الامتحانات التوجيه فيها التسعة والتسعين في المئة وحلمي بعد أن وصلنا إلى مية في المية بقروت أن أرى العالم أو العالمة التي ستقف في ستوك هولم لتحصل على جائزة نوبل في موضوع علمي تخنولوجي حقيقة الأمر تشير إلى أن هذا الإنجاز يتكرر للمرة الثالثة على التوالي لتتفوق بذلك على المدارس العربية واليهودية وهؤلاء الطلاب كافة هم في طريقهم حتى للتفوق الأكاديمي كما يؤكد القائمون عليهم فهنا الاعتماد على الجهود الذاتية التي منعت التصرب من الصفوف التعليمية وعملت للاستثمار في الوقت والمجهود والتعليم مع الفئات الضعيفة وعززت معنويات الجميع للمطابرة من أجل التميز قرية بيجان لا تختلف عن باقي القرى العربية في البلد وكل القرى العربية في البلد تعاني من نقص في الغرف وتعاني من تجهيزات مختلفة ابتداء من المختبرات وحتى الصفوف فالمعطيات الأخيرة لوزارة التعليم كشفت عن فرقات بين الميزانية المخصصة للمدارس العربية واليهودية المعطيات كافة تشير إلى أن التفوق التعليمي في الوسط العربي ربما ليس من المهام السهلة لكن هنا وفي هذه البلدة الصغيرة اتفق الجميع على تعضد الجهود لتذليل الصعوبات والنهوض في المجتمع وهذا ما ترجمته نتائج الثانوية الشاملة التي استطاعت الحصول على المركز الأول ليس فقط في الوسط العربي إنما أيضا في إسرائيل كافة من بيت جن في الجليل الأعلى طماضر ملحم الحرة